اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لهذا الفعل أن الإنسان يرتكب لعله بعض الأعمال فتحجب عنه بعض التوفيقات للطاعة باعتبار أن الأعمال لها آثار في الدنيا بعض الأعمال لها آثار وفي الآخرة هي دار الجزاءات الدنيا ليست دار الجزاء ولذلك قد ترى أشرف الناس كالأنبياء سلام الله عليهم قد يمتهن بالامتهان الظاهري من قبل أعداء الله تعالى ويمكن الله تعالى أن يسلط عدوه على وليه الدنيا فيها موازين ليس من السهل للإنسان أن يطلع عليها إلا من أوتي حظا وافرا من العلم يفهم كيف تجرى الأمور وإلى الأنبياء عانوا ما عانوا من قومهم بل بعض الأنبياء قتلوا كيحيى عليه السلام وكثير من أولياء الله تعالى كلام المعصومين عليهم السلام أيضا قتلوا لبعض سجن فالامتهان الظاهري كان موجودا حسابات الدنيا تختلف الذي يتجرأ على أن يحارب الله تعالى من خلال حربه على أوليائه حتى وأن استوسقت له الأمور في الدنيا لكن إلى آخرة أمرها سيكون صعب بالنسبة له الإنسان المسؤول عن عمله بعض الأعمال آثارها وخيمة كما أن بعض الأعمال آثارها عظيمة لا ضربة عالين يوم الخندق تعادل عمل الثقلين قلنا سابقا هذه الضربة المباركة من أمير المؤمنين الفاصل أو المدة الزمنية التي استغرقتها قد معدودة نصف ساعة ساعة ساعتين لكن هذه بقي آثارها وقد تعادل إذا وزنت الأعمال هذه الضربة تعادل عمل الثقلين ما جاء بالثقلين من أعمال وتعبير النبي صلى الله عليه وآله يعبر على أنه برز لإيمان كله إلى الشرك كله فبعض الأعمال آثارها عظيمة جدا بعض الأعمال في المقابل آثارها وخيمة الإمام عليه السلام بعد أن قلنا في محاولات الاستعداد للمذنب الداعي أن يبدأ مع الله تعالى كما قلنا صفحة مملوءة من التوبة وصفحة الالتفات إلى الله تعالى مع ذلك لا يوافق فقط عن لابد من وجود سبب الله تعالى يريد أن نتقرب له الله تعالى طلب مننا العبادة طلب مننا الصلاة وبعض الأعمال بعض الروايات أن الله يفرح بتوبة عبده أكثر من العبد فإذا لابد أن نبحث ما هي الأسباب التي بينها الإمام عليه السلام لعدم التوفيق لبعض ما يتصدى له العبد عندما يتوجه إلى الله تعالى وذكرنا بعض الأعمال وقلنا هذه الأعمال فيها ملازمة يعني عدم الشكر ما هي ملازمة له الحرمان الإنسان إذا يعرض عن الله تعالى ماذا يلزمه أن الله تعالى يبعده أيضا يقليه بعض الأعمال أيضا الذي إنسان لا يحترم حقوق الله تعالى والله تعالى يقصيه وهكا اليوم سنصل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الغفلة أقرأ الناس حتى نكون في خدمتكم الآثار المترتبة على هذه الغفلة أرجع سابقا يعني إلى ما مر علينا الأفعال المعللة أتحدث عن الأفعال المعللة لاحظوا قال أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيت فالاستخفاف بالحق ينتج الإقصاء الموجب للإقصاء الاستخفاف بالحق هذا واحد أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني الموجب إذن إلى القلاء هو الإعراث ثالثا أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني التقدم أيضا الموجب للرفض أن الإنسان يكون كذاب أو كاذب أو لعلك رأيتني غير شاكر لأنعمك لنعمائك عفوا فحرمتني فإذن الموجب للحرمان عدم الشكر ولذلك إذا يتذكر الأخوة كثير من الأدعية إنما تبدأ بالحمد والشكر باعتبار الحمد لعله أوسع من الشكر وقايا الحمد والشكر وقايا للإنسان من عدم الحرمان فعدم الشكر الإنسان قد يحرم لأن هذا العبد عبد غير شكور عبد كفور وأمس قلنا أن الآيات الشريفة اعملوا آل داود شكرا كأنها تطلب منهم أن يعملوا شكرا لأثر للأثر الطيب لمسألة الشكر أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني إذن الموجب للخذلان أن الإنسان يفتقد في مجالس العلماء مع الحرص الروايات الشريفة على زاحم العلماء بركبتيك وتقد تكلمنا في هذا الموضوع كثيرا في الأمس الآن ننتقل إلى الفقرات الأخرى اللي أيضا معللة قال أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني مفردات كثيرة في هذا المقطع الشريف للإمام عليه السلام أعيده قال أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني الغفل عادة يعني أتكلم بضدها يعني أعرفها بضدها مقابل الانتباه إنسان منتبه وإنسان غافل لاحظوا أخواني بالنسبة إلى مدركاتنا الإنسان في بعض الحالات يشتغل ذهنه بأمور كثيرة فينغمس في الدنيا وفي مشاكل الدنيا والدنيا كالماء المالح سان العطش إذا شرب من الماء المالح لا يرتوي وأنما سيطلب أيضا ماء أيضا يشرب من ماء مالح وهكذا الدنيا هكذا فالإنسان ينشغل فيها فإذا انشغل فيها بعض الأمور المهمة التي يفترض أن ينتبه إليها سيخفل عنها بل ستكون موارد الانتباه بأمور قد هي لا تعتبر ذات قيمة لاحظوا أن نستعين بعض الأمثل العرفية إنسان عادة ينتبه من محذور أمامه يعني الآن بأحاديثنا العام يقول انتبه توجد نار انتبه يوجد كهرباء انتبه قد يسرقك هذا إن وجه الذهن والالتفاة والانتباه إلى أمور يعني في قناعتنا هي أمور تستوجب الانتباه السارق ينتبه حتى لا يسرقه كهرباء قد تكون مميتة نار قد تكون أيضا مميتة عندما الإنسان يمشي على الأرض والأرض غير منطرة لا يقول له انتبه لكن عندما تكون الأرض منعرجة مع وجة أرض منطرة يقول له انتبه فالانتباه نأتي بهذه المفردة من وجود شيء مخوف نقول له انتبه إذا الإنسان لم ينتبه فهو غافل يعني لم يتوجه نظر لهذا المورد فإذا هو يمشي على هذه الأرض وغير ملتفت إلى أن هناك منعرجات في الأرض فلا ينتبه فيقع عندما نقول له لماذا قال لم أنتبه فكان غافلاً فوقع هذه المفردة استعملت في القرآن الكريم كثيراً تارة تستعمل في سلبها عن الله تعالى وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما يعملون جاءت بالتأول في أكثر من مورد تسلب الغفل عن الله تعالى لأن الله تعالى لا يخفل بس نقول الله منتبه قد الغفل والانتباه من شؤون البشر الله تعالى حاضر الأمور كل أمامه ما يمكن أن نتصور الغفلة في حقه تعالى ولذلك الله يسلب هذا المعنى عنه وما الله بغافل وجاءت هذه المفردة أيضاً في بني آدم في الناس لكن مورد استعمال القرآن في مسألة الغفلة كان في موارد في منتهى الشدة سأقرأ بعض الآيات الشريفة التي تتحدث عن عقوبة عقوبة شديدة ولعل هذه العقوبة تذيل في القرآن بأن هؤلاء كانوا غافلين كانوا غير متبهين فالإنسان يخفل 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 وكلما جاءه ذكر يخفل كلما جاءته موعظة يخفل يؤجل إلى أن يقع البلاء ولعوذ بالله القرآن الكريم يعبر هذا التعبير عنه أن بني آدم يخفل لكن هذه الغفلة بعد فوات يعني الانتباه بعد فوات الأوان الغفلة كانت هي السبب لأن يقع ما وقع لاحظوا هذه الآيات الشريفة في سورة الأعراف يقول ولما وقع عليهم الرز قالوا يا موسى دعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا لئن كشفت عنا الرز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل وعد الإنسان يمر بهذه الحالة قصة بني إسرائيل مع موسى وقعا جدا مهمة اعتبارها كبير فلما كشفنا عنهم الرز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون تركوا العهد تنفسوا الآن كانوا في ضيق فنسوا هذا العهد لاحظوا الآية الشريفة كيف يعبر التعبير قال فانتقمنا منهم وهذا تعبير في غاية الشدة والخوف فانتقمنا منهم الله ينتقم تتصور الله ينتقم بالعبد قال فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين كذبوا وكانوا عنها غافلين عن من عن الآيات كلما جاءت آية يخفر كلما جاءت موعظة يخفر نتيجة هذه الغفلة وقع ما وقع هذا واحد وأيضا في نفس السورة الشريفة لاحظوا سأصرف عن آيات الذين يتكبرون سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين بدء الآية الشريفة تقول سأصرف عن آياتي هذه الآيات لا يناسب أن تكون لأمثال هؤلاء الغافلين والآيات موجودة لكن تحتاج إلى بصيرة فضلا عن البصر غير البصر العفو وهذا كله يجعل الإنسان في غفلة المشكلة الآن في الملازمة التي عقدها الإمام عليه السلام هناك مشكلة ستحدث للغافل الله تبارك وتعالى لا ينزل عذابه بعد أن يمهل هكذا الأدب هكذا الأدب القرآن أدبنا أن الله تعالى يعطي مساحة زمنية كافية للإنسان ثم بعد ذلك يمهله عسى أن يهتدي إلى سواء السبيل الواقع الإخواني الإنسان ليست عنده فرص في الدنيا لا توجد فرص فرص واحدة الإنسان قد يستغلها أولا أما إذا جعلنا الدنيا كلها فرصة واحدة والإنسان يخرج منها بلا فائدة فانتهى المطاف في الرواية الشريفة كأنه آخر يوم في الدنيا وأول يوم في الآخرة هذه حياة وهذه حياة الإمام عليه السلام في لسان هذا الدعاء يجعل هذه الملازمة ما هي الملازمة بين اليأس من رحمة الله تعالى وبين الغفلة أو لعلك أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني وهذا التعبير أخواني في منتهى الدقة والخوف في نفس الوقت لماذا رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء ودعاكم ليصرح دائما وحتى هذا الدعاء سيأتي بعض الفقرات أو تقدمت يا من سبقت رحمته غضبة غضبة التفتولي هذا المقطع لعلنا قد تحدثنا عنه وهذا التعبير دقيق في سبق الرحمة والغضب السباق السباق له مبدأ وله منتهى عادة إنسان يسبق من هذا الجدار نقطة الانطلاق وينتهي بالنقطة الأخرى فسباق فمن يسبق هو الغالب الله تبارك وتعالى جعل الرحمة والغضب التفتية سابقان الرحمة والغضب يتسابق لكن أين المنتهى يعني إلى أين ينتهي بالرحمة وإلى أين ينتهي بالغضب الغرض هو أنا يعني هذا العبد هو نهاية السباق فتبدأ الرحمة ويبدأ الغضب يتسابقان عليه الرحمة لأنه فعل الأفعال الحسن والغضب لأنه قد استوجب الغضب فتتسابق الرحمة دائما الرحمة أسبق أولا لأن الله تعالى رحمته واسعة جدا والداعي يسأله برحمته التي وسعت كل الشيء كل شيء الغضب توجد بعض الأشياء التي تطفئ الغضب صدقة السر مثلا تطفئ غضب الرب فهذا الغضب بالإله والعاذ بالله توجد بعض الأعمال التي تطفئ هذا الغضب الرحمة تستمر تفتو الرحمة تستمر في السباق الإنسان الإنسان إذا جاء بحسنة يعطى عشر منه فعشر خطوات إلى الأمام ثم جاء بفعل وجاءت الحسنة الإنسان الإنسان يرجو رحمة الله تعالى هذا الاعتقاد به أيضا رحمة جعل الله موجبات الرحمة كثير وهذا الغضب فيه أفعال تقلل تطفئ هذا الغضب فإذا فرضنا أن الرحمة تأخرت والغضب سبق فأين المشكلة؟ قطعا المشكلة ليست في الرحمة لأن الرحمة كأن فيها ملاك التقدم والغضب فيه ملاك التأخر فإذا أصبحت العملية بالعكس نرى أن الرحمة تأخرت والغضب استمكن واستحكم فمعنى ذلك أن المشكلة فيها بحيث أنا لم أكن بمستوى تقبل هذه الرحمة مر عندنا في دعاء التوبة أو بعض الأدعية أن الداعي يدعو الله تعالى أن يخرم أجله إذا كان الباقي من عمر مرتع للشيطان مع أن كراهة الموت مذمومة يطلب الإنسان يقول اخرم أجل أن لا أكن بقية عمري أنا مرتع للشيطان يغضب الله سبحانه وتعالى عليه القرآن يقول أن كيد الشيطان كان ضعيفا وأيضا العمر هو مرتع للشيطان الشيطان يعبث في عمري ويجعلني من جنوده وهو ضعيف إذن أنا قطعا لا خير فيه كلما ازداد العمر كلما ازدادت الآثام فيخرم العمر أقلها أقلل من السيئات المستقبلية ولذلك في حديث للإمام الباقر عليه السلام أيضا ذكرنا سابقا في هذا الدعاء عندما نقارن بين الحسنات في عشر والسيئة بواحدة قال ويل لمن غلبت آحاده عشراته المعادلة غير متكافئة من الأول الله تعالى أعطانا معادلة غير متكافئة ثم بدأ الله يفتح الأبواب يا عبادي الذين آمنوا لا تقنطوا لاحظ لا تقنطوا حتى البعض كان يعتقد أن هذه الآية أبلغ آية في القرآن الكريم باعتبار الآية لا تقنط لا تجعل العبد آيسا تجعل فيه الأمل حوار بينه بين الإمام الباقر يسئل يقول له أنه أي آية أبلغ ما تقولون قال نقول هذه الآية الإمام قال لا ليست هذه الآية لاحظ أبلغ آية أكثر آية لإنسان يتشبث ما هي أبلغ آية قال قوله تعالى ولسوف يعضيك ربك فترضاه كيف فسر الإمام قال الشفاعة 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 هذا الشهر المبارك لاحظوا موارد الرحمة إنسان نائم كما قلنا في أول محاضرة الله يجعل هذا التسبيح وفيه أجر والملائكة تكتب ينقل قدم لزيارة سيد الشهداء ما شاء الله من الثواب والفوائد إن قال سبحان الله التسبيح الكبرى زرع الله له شجرة في الجنة جاء شهر رمضان الله تعالى جعل الأغلال للشياطين وأغلق النيران وفتح الجنان هذه كلها موارد رحمة جاء النبي الأعظم وصفات النبي أخواني جداً مهم الإنسان يطل على بعضها لا أقول كلها قد لا يتيسر لنا نعم الروايات الشريفة والآيات تذكر لكن جزماً ليس كل ما يعني كل صفات النبي صلى الله عليه وآله نحن نستطيع أن نتصور لكن هذا الكيان الخاص اللي النبي عرف نفسه في بعض الحالات كنت نبياً وآدم بين الماء والطين تركيز على هذه الشخصية العظيمة القرآن يصرح وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين التشبث والتوسل والرجاء بهذه الرحمة قطعاً هي من المنجيات بعد كما في روايات البحار نبي صلى الله عليه وآله اخترق السماوات السبع إلى أن وصل مكان العرش جبرائيل انسحب حبيبي جبرائيل تتركني لوحدي قال هذا مكان لم يدخله أحد لا قبلك ولا بعدك هذا خاص لك يا رسول الله هذا الوجود المبارك إنسان يتأمل فيه وجاء بالقرآن الكريم والقرآن شافع مشفع ونبدأ الآن نحصي أنعم الله أمس قلنا أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعدد فقط نعدد نذكر أنفسنا مع ذلك الإنسان تصد به الحال أن ييأس من رحمة الله لماذا لماذا لأنه كان من الغافلين الآيات الشريفة أنزلت العقاب الشديد بهؤلاء كانوا في غفلة فلذلك الغفلة موجبة لمشاكل تبدأ ولا تنتمي ما دام الإنسان غافل ما دام غافلا لأنه لا يعرف ما سيؤول إليه الأمر ولا يعرف أيضا ما يكتب الله له من عمر قد لا يكتب له فرصة ثانية لكن هذه الغفلة تجعل الإنسان آيس من رحمة الله أي يأس من رحمة الله من الكبائر كبير من الكبائر اليأس من رحمة الله لا يحق الإنسان أن يأس من رحمة الله نعم الإنسان يأس من أفعاله هذا جيد هذا مطلوب الإنسان يرى أن أفعاله غير مستوجبة لكن رحمة الله يرزق من يشاء والإنسان لا يمكن أن يسأل الله تعالى شيئا لأنه مستحقه أبدا وإنما يسأل الله تعالى أشياء لأن رحمته تساعد على أن الإنسان يطلب من الله تعالى أما أن تصل إلى حال الإمام عليه السلام يبين حال الداعي أو لعلك رأيتني من الغافلين أو في الغافلين فمن رحمتك آيستني لاحظوا الملازمة بين الجزاء والشرط هذه الآثار تترتب على هذه الأفعال ولاحظت سابقا كل الآثار آثار خطرة على الإنسان خطرة إنسان ما ينتبه بل حتى الإنسان إذا التفت لاحظوا حتى الإنسان إذا انتبه في بعض الحالات لا يستطيع أن ينتصر على ذاته المريضة معروفة قضية أمير المؤمنين عليه السلام واقعة الغدير وأمام الملأ الموجود والنبي صلى الله عليه وانجمع الصحابة وأرجعهم ونادى منادي والنبي قدم مقدمة وهذه المقدمة نعا فيها نفسه وبين حقيته وولايت على هؤلاء وأخذ منهم إقرار بذلك ثم رفع أمير المؤمنين عليه السلام وقلده هذه الولاية العظيمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه بعد ذلك جاء شخص لعله الحارث لاحظ يشكل على النبي صلى الله عليه وآله لاحظوا المفارقة يشكل جئتنا بالصلاة قبلنا جئتنا بالزكا قبلنا كل قبلنا ما اكتفيت بهذا أنه أنت تجعل علي بن أبي طالب وليا علينا سؤال هذا منك أو من الله لاحظ النبي قال هذا من الله أكو أكثر من هذا الإيضاح جواب يطابق السؤال أنت تسأل والنبي يجيب وهذا داخل ضمنها المجموعة التي حضرت فذهب يتمتن اللهم إن كان كما يقول فأنزل علينا صاعقة هذا ليست غفلة فقط التفت وسأل وأذن سمعت الجواب لكنه لا يقوى على أن يعكس الدعاء إن كان هذا هو الحق إن كان هذا جاء منك فأهدنا له انزل علينا صاعقة نزلت صاعقة لا يبالي الله به بأي واد هلك إلى جهنم وبئس المصير الغرض إخواني الغفلة حالة من الحالات المقيتة نحن في كل يوم لو ننتبه سنحصل على كم هائل كم هائل من الدلالة الواضحة على وحدانيته وعلى رزقه وعلى الاهتمام بنا بمقدار ما نلتقط من الأحداث التي تواجهنا يوميا لكننا نخفر نخفر الله هو الرزق لا شك في ذلك وكلنا نعتقد لكن في مقام العمل أسترزق أطلب الرزق ممن هو بحاجة إلى أن يطلب الرزق من الله تعالى أخفل عن هذه القضية لماذا؟ لأني أعيش في حالات قد تكون مادية أقصر الأسباب إلا على أسباب جزئية أخفل عن السبب الحقيقي نعم الأمور كلها بيد الله تعالى لكن لابد أن ألتفت إلى هذه النكتة قطعا إذا أمر الله يشفيني لا شك وهذا سبب من الأسباب لكن لا أخفر عن السبب الأساس هذه الأسباب القريبة لكن السبب الحقيقي الذي هي الطبيب وأي الدواء وهي الرزق قطعا هو الله تعالى ففي الوقت الذي أنا لابد أن لا أقول عدم تأثير الأسباب بل أقول الأسباب تؤثر أيضا لابد أن لا أخفر عن السبب الرئيسي لا يكون إفراط ولا تفريط السبب الرئيسي لابد أن أبقى دائما محافظ على العلقة بيني وبينه لاحظوا الله تعالى يطلب مننا الصلاة يوميا خمس مرات وهذه الصلاة فيها آيات ونقرأ الآيات وندعو ونركع ونسجد لمن قطعا إلى الله تعالى فكيف نخفر عنه فما يمكن فإذا غفلنا الإنسان ستكون معيشة من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة وهذا لا تصور الناس الآن اللي هم بعيدين عن الله في راحة مستحيل هذا لنا الصورة الظاهرية والصورة الظاهرية مزيفة لا توجد راحة إلا بالارتباط بالله تعالى لا توجد إنسان سعادة مؤقتة ساعة ساعتين ودنياه مبتلات بالمشاكل لا يمكن أن يخرج الإنسان من الحالة النفسية وحالة الظنك إلا بالارتباط إلى الله تعالى حاشا لله أن يتركنا أن يخلقنا ويتركنا نعبث كل مننا يشتهد في أن يجد القانون الذي يلبي رغباته مستحيل خلاف العدالة فضلا عن الرحمة لكن الإنسان هذه الغفلة تجعله يتشبث من هنا ومن هنا وتبقى هذه المعيشة معيشة غنكة يخرج من المشكلة ويقع في عشرة وترى الآن العالم أمامك كل المشاكل ناشئة من الغفل عن إن الله تعالى هو الذي يملك القانون كما يملك الخلق خلقنا وقننا لنا الحياة إذا غفلنا عن الأولى الحياة أصبحت نكد إذا غفلنا عن الثانية كالإلحاد أيضا للإنسان يبقى في نكد يبحث عن أشياء بالنتيجة الله لا يعجل بعجلة العباد الله لا يعجل بعجلة العباد وإن قال فلان أنه لا يوجد لا يوجد الله تعالى أو الله غير موجود وإن قال القائل الحقيقة المر للإنسان يجب أن يعترف عليها أنه لا بد أن يخرج من هذه الدنيا لا بد الموت قهر الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى قهر أنا أطلت على النكتة لمهمة لأنها مهمة يعني واقعا إنما أنا أعظ نفسي قبل أن أعظكم الغفلة من الموبقات الغفلة تسبب مشاكل عند الإنسان وأما هذا الإنسان وصل إلى أن ييأس من رحمة الله تعالى قطعا لا خير أظن هو غافل بظلال ثم ييأس من رحمة الله حرم بين ظلال وحرام كيف ينجي الإنسان من هذا لا بد أن ينتبه ولو بعض الانتباه والإنسان إذا بدأ بينه وبين الله أن ينتبه الله يعينه الله يعينه قطعا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل الله تعالى يعين لكن الإنسان فقط خلي يبدأ وأنا لا بأس أن يعني أطلب من الأخوة وأرجو من الأخوة في بعض الحالات الأمور الحسية تعين على قوة الاعتقاد جربوا جربوا ذلك الآن قد نحن غافلين عن أشيات تنمارسة في حياتنا في مرض في مشكلة في رزق وارجع وارجعوا وارجعوا بالذاكرة كيف أن الله تعالى دبر الأمر كيف دبر الأمر الإنسان في بعض الحالات تمر به ضائق يتمنى الموت يتمنى أن يكون أسفل الأرض خير له من ظاهرها لضيق ما يمر به من مشكلة يرى أن هذه مشكلة عصية ما يمكن أن تحر فجأة الله سبحانه وتعالى يأتيه بالفرج من حيث لا يدري لا يدري أصلا فهذا يزيد الإنسان اعتقادا أمور حسية يزيد الإنسان اعتقادا فلابد أن لا يخفل أن وراء هذا الكون رب وراء مشكلتك هناك من يراها هناك من هو بصير بها الحالة التي أنت فيها ممكن أن تتغير بلحظة إنما أمره إذا أراد شيئا أن ينقله كل فيكون بلحظة من اللحظات كل شيء يتبدل ولذلك البعض يسأل أحدهم أنه ما معنى الإنسان يكون مبتهجا قال الإنسان يكون مبتهجا إذا اعتقد أن الله تعالى قادر لحظة أنا الله قادر فأنا دائما أكون في راحة الله لا تحجبه ظلمة لا يحجبه الدخول في مسكن لا يحجبه الدخول في مغار لا يحجبه شيء فالله إذن مطلع على جميع الشؤون وهو قادر لا يعجزه شيء فلماذا لا أكون مبتهجا من جملة موارد ارتفاع الغفلة هو زيارة القبور أحد العلماء سيلوا أنه هنا عمل مثلا نغير بعض حالة قال زور القبور زيارة القبور واقعا مدرسة للإنسان عندما يجلس يتأمن لأن هذا مصير الجميع وهؤلاء القبر لو كشف أمير المؤمنين كان يخاطب السلام على أهل لا إله إلا الله كيف رأيتم ثم يتحدث ويقول هذا خبر ما عندنا فما هو خبر ما عندكم ثم يلتفت قالوا الله لو أذن لهم لقالوا تزودوا فإن خير الزاد التقو أمير عندما قال لو كشف قالوا قالوا بالنتيجة هو أمير وني يخبر عنه وهذا واقع القضية لإنسان يزور القبور الآن يرى مآل إلى أين فالإنسان كيف يخفل أنا أنا أسحب وأأخذ أموال اليتام وأعراض الناس وأنا في منعة وفي قوة بالنتيجة المآل هذا المآل فلا يخفل الإنسان والغفلة الشيطان أيضا يبحث عن أتباعه أخواني الشيطان أقسم عند قسم الشيطان وأكد لأغوينهم أجمعين فالشيطان يبحث عن أتباعه فيتحيد الفرصة إلى أن نكون من الغافلين صلاتي بعد مدة حقوق الآخرين بعد مدة انتظر إلى أن تكون حالك هذه مصطلحات الإنسان مراتعيت مع نفسه لكن عندما يدقق حقيقة يجدت عبارة عن وهم عاش في حالة وهم تأجيل 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 تضمن يعني العمر أعمل الأشياء في حياتك الله سبحانه وتعالى يريد مننا التقوى يريد مننا الورع يريد مننا العمل الجاد فلذلك أخواني الغفلة من الأشياء المتعبة لنا جميعا وهذا الناتج الذي بينه الإمام عليه السلام ناتج أيضا مرعب يعني أولد إلى جرائم إلى موبقات إلى حرمة بل من الكبائر للإنسان هي اسم الرحمة الله هذه الرحمة التي في الروايات يتطاول لها حتى إبليس يتطاول تعلم يعني يقول الرحمة قريبة مني سأخرج من النار يتطاول لها يتوقع أن ستصل له وإذا لإنسان يصل إلى حاله ويأس من رحمة الله تعالى أسوأ من الشيطان ولا أعوذ بالله العموم يعني حتى تبقى مسألة الغفل في أذهاننا نختم نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نكون من الغافلين وأن الله تعالى لا يؤيسنا من رحمته بالعكس نحن نرجو رحمة الله تعالى بل نرجو أكثر مما نتوقع هذا هو دين للإنسان المؤمن يتشبث برحمة الله سبحانه وتعالى الكثير أجارا الله تعالى وياكم من الغفلة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين